هنتعلم في الفيديو ده ازاي نرفع الاسساينمنت اللي مطلوب مننا في مقرر تصميم الكروشي اول ما بفتح المنصة بتقابلني الداشبورد او الصفحة الرئيسية عندي بنزل تحت شوية بلاقي المقرارات اللي انا المفروض معمولي انرولمنت فيها او المقرارات اللي عندي في الترمي ده وهلاقي منهم مقرر تصميم الكروشي بس قبل ما ادخل على صفحة المقرر هنزل كده تحت شوية هلاقي عندي تاب كده اسمها تايم لاين التايم لاين دي اللي بتبين لي الاسساينمنت اللي عندي ومعاد تسليمها يعني انا هنا عندي مثلا اسساينمنت واحد المفروض انه هيتسلم يوم الاربع تلاتة نوفمبر الساعة وهلاقي هنا الساعة الساعة عشراء بالليل ده اخر معاد لتسليم الاسساينمنت ده طبعا زي ما انت شايفين انا عندي هنا يعني options اقدر اتحكم في طريقة عرض التايم لاين ده فلو فتحنا هنا مثلا هلاقي ان هو بيعرض لي الاسساينمنت المفروض تتسلم في خلال السبع ايام الجايين او في خلال التلاتين يوم الجايين او في خلال التلات شهور الجايين وهكذا فانا بختار طريقة العرض دي ملهاش دعوة خالص بالاسساينمنت انا بختار طريقة العرض اللي بتريحني يعني في الاستخدام خلاص فهي هنا by default معمولة على انها تبين لي الاسساينمنت المطلوبة مني في السبع ايام اللي جايين تمام هاجي هنا عند الoption ده هنا sort by dates او by courses لو انا عايزة اخلي التصنيف بتاعها او ترتيبهم على حسب التواريخ بتاعت التسليم او على حسب الكورسات اللي انا بدرسها هنا برضو بقدر اتحكم في عدد الاسساينمنت اللي بينينا عندي انا هنا عشان بس ما عنديش غير اسساينمنت واحد لكن لو انا عندي اسساينمنت كتير فبقدر اتحكم في عدد الاسساينمنت اللي بتبقى ظاهرة عندي في التايم لاين سواء كانوا خمسة يبقوا خمسة يعني او عشرة او خمسة وعشرين زي ما انا حبا دي كلها طريقة عرض ملهاش دعوة خالص بالاسساينمنت وتسليمه ورفعه والحاجات دي كلها دي طريقة عرض فقط اللي هما الاربع او التلت المربعات الورنج دول خلاص طيب انا دلوقتي هايزة ادخل على الاسساينمنت بتاعي فهاجي هنا عن دقات سبميشن وهدخل عليها هينقلني المفروض على الصفحة اه بتاعة الاسساينمنت اللي مكتوب فيها بقى اه يعني عنوان الاسساينمنت اه اي حاجة لها علاقة بي السؤال لو هو سؤال او لو هو مسلا اه تدريب المفروض ان انتو تعملوه يعني اي حاجة اللي علاقة بالاسساينمنت دي الصفحة بتاعته هتكون مكتوبة فيها اه هنا ده تدريب على الغرز الاساسية وهلاقي هنا صورة البترون وهلاقي المطلوب مني ان انا اعمله بالشكل ده مكتوب فوق الصور خلاص هنزل بقى تحت شوية هنا هلاقي اه عند الفايل سبميشن هلاقي هنا اه لازم افهم كويس المنطقة بتاعة الفايل سبميشن دي مكتوب فيها ايه ومطلوب مني فيها ايه علشان اه تبقوا عارفين بالزبط انتو مطلوب منكو ايه وهترفعوا ايه. اه عند الفايل سبميشن هلاقي اول جملة عندي فوق كده مكتوب خمسة ميجا. يعني انا مش مسموح لي ارفع اه اي ملف في ده اكبر من خمسة ميجا. هو مش هيقبل اصلا. هيطلع لكو اه ان هو مش قادر يرفع الفايل ده. يعني هيطلع لكو اه اه اي ملحوظة بتشير الى ان في مشكلة في رفع الملف ده. تمام? وهلاقي هنا عندي هو واحد. انا هنا طالبة ان انا هرفع واحد اه اه بتاعه ما يتعداش الخمسة ميجا. تمام? فهمنا الجملة دي. واحد. الحجم بتاعه ما يتعداش الخمسة ميجا. هنزل كده تحت شوية. هنسيب بس المربع ده هنتكلم عنه في الاخر. بس انا عايزة انزل هنا عند الاكسبتت فايل تايبز. يعني ايه? يعني انواع الملفات المطلوب رفعها. انواع الملفات المطلوبة. يعني هو هنا طالب اه امج امج فايلز بكل الامتداد بتاعتها. يعني مطلوب صورة. صورة بليها اي امتداد من الامتدادات الموجودة هنا دي. تمام? لو انا جربت ارفع ملف وورد مش هيترفع معي. لو انا جربت ارفع ملف بدي اف مش هيترفع لان هو المطلوب امج فايل. تمام? اي ملف تاني غير الامج مش هيترفع. طيب ارجع بقى تاني للمستطيل ده اللي هو فيه سهم ازرق. في طريقتين عندي اه اقدر بيهم ان انا ارفع الملف بتاعي. اه اول حاجة هو اني اعمل للملف هنا عند السهم ده. يعني اسحب الملف من مكانه. وحطه هنا عند السهم ده. ساعتها هيتعمل له ابلود اوتوماتيك لوحده. اه ده طبعا لما بكون شغالة على جهاز كمبيوتر. اه لو انا شغالة برضو على جهاز كمبيوتر او موبايل. هيجي عند السهم الازرق ده. ممكن اضغط كليك كده. فهيتفتح لي حاجة اسمها الفايل بيكر. اتأكد ان انا واقفة هنا عند ابلودة فايل. وبعدين هختار تشوز فايل. لما اعمل تشوز فايل. هيعمل لي براوز على الملفات اللي عندي على الكمبيوتر. طبعا انا هختار المكان اللي انا مسييفة في الصورة بتاعتي. تمام? وهو ده المكان وهي دي الملفات اللي عندي في المكان اللي عندي ده على الجهاز. طيب انا عندي كذا نوع من انواع الملفات. تعالوا نجرب الاول نرفع ملف بيدي اف. طيب تعالوا نفتكر سوات هيني الاسسايمينت كان طالب ان انا ارفع صورة واحدة حجمها اقل يعني او ما يزيدش عن خمسة ميجا. انا هنا هرفع بيدي اف. تمام? تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. وهعمل اوبن وخلوا بالكو كمان ان قبل ما ارفعوها اه يعني احبها لتفت انتباه كل حاجة ان الفايل ده برضو حجمه اقل من خمسة ميجا. حجمه اهو واحد وخمسة ستين من مية ميجا. يعني اقل من اتنين ميجا. تمام? يعني حجمه مناسب بس هو مش الملف المطلوب. تعالوا لي اه اسم الملف بتاعي. وهقول له تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. شايفين? ظهر لي ارور. بيقول لي ان الفايل تايب ده كانت بي ده مش هو المطلوب اللي لو انا رجعت تاني هلاقيه انه اللي كان مطلوب اه اللي هي يعني اي صورة اي نوع من انواع الصور. فهو طلع لي الارور ده بسبب ان الفايل تايب مش هو الفايل تايب المطلوب. تمام? هنقفل دي. ونرجع تاني للفايل نعمل ابلودة فايل. ونختار تشوز فايل. ونحاول نرفع ملف تاني. طيب. انا دلوقتي هرفع صورة. بس الصورة بتاعتي هتكون حجمها كبير. اكبر من خمسة ميجا. لو قفنا كده على الملف شوية هتلاقي. شايفين? تمانية وتسعة من عشرة تقريبا ميجا. يعني تقريبا داخلها في التسعة ميجا. اكبر من الخمسة ميجا. المطلوبين. خلاص? انا هنا هرفع الملف المطلوب بس حجمه ازيد. وهقول له اوبن. تمام? هلاقي طبعا ان اسم الفايل هناك كتب طبعا جنب زي ما احنا عارفين. وهعمل ابلود. وهنشوف ايلا هيحصل. ظهر هنا عندي ايرور تاني. تعالوا نشوف بسببه ايه? بيقول ان الفايل اللي هو اسمه كده. is too large. الفايل ده حجمه كبير جدا. وبعدين هنا بيفكرك تاني ان هو الخمسة ميجا. تمام? يبقى احنا برضو معرفناش نرفع الفايل ده. تعالوا نشوف تاني. نرجع تاني الفايل بيكر. نختار ابلود فايل. ونختار تشوز فايل. طيب. تعالوا بقى المرة دي نرفع ملفين. انا هاخد الصورتين دول. هو اصلا مش عايز يختار غير واحدة. شايفين? بس في حالة ان انتو حتى يعني عرفته تختاروا الاتنين هو هيقول ان هو المكسيمم اه المكسيمم اه نمبر اف فايلز يعني المطلوبة هو واحد بس. هو هنا هيختار واحد بس. فانا هنا هختار واحد منهم. وهو ده الفايل بتاعنا متأكدة خلاص لو قفت عليه شوية اهو هلاقي اقل من الميجا. تمام? وهو ده الفايل بتاعي اللي انا عايزة ارفعه. وهقول له اوبن. هنلاقي اسم الفايل هنا تكتب اهو. وهقول له ابلود زيس فايل. هنا نقلني على طول على صفحة الاسساينمنت هلاقي تحت الاسساينمنت بتاعي. هلاقي تحتي عند الفايل سبميشن. هلاقي الصورة بتاعتي. هل انا كده رفعت الصورة? لأ انا لسه ما رفعتها انا قدامي حاجة من الاتنين. يا اما هي دي الصورة خلاص وانا متأكدة وتمام ومش عايزة فيها اي تغيير في ساعتها هقول يا اما الصورة دي مش صح او الصورة دي انا عايزة اغيرها فهعمل لما هعمل هيرجعني تاني لصفحة الاسساينمنت وعمل تاني من اول وجديد وامشي الخطوات دي تاني. بس انا هنا دلوقتي خلاص انا متأكدة انه هو ده الفايل اللي انا عايزاه وتمام بقى لازم اعمل تمام كده هيرجعني هنا على صفحة الاسساينمنت تاني وهيقول لي هنا في ان انا ان انا خلاص عملت وهاجي هنا تحت كمان عشان اتأكد هلاقي هنا عندي في الفايل بتاعي اهو والاسم بتاعه تمام وبعدين هلاقي هنا اه ان انا ممكن برضو اعمل طول ما الوقت بتاع لسه موجود يعني انا مسلا عملت القطعة دي وصورتها ورفعتها لكن رجعت تاني عدتها مثلا او صورتها صورة افضل وعايز اغير الفايل ساعتها بقول ادت سبميشن بعمل ممكن اشيل السبميشن ده خالص ان انا خلاص رجعت في كلامي هشيل السبميشن ده او ان انا ادخل على ادت سبميشن هنا هيرجع لي تاني صفحة السبميشن وارجع تاني اعيد الخطوات من اول والدي خلاص آآ آآ ظهر لي هنا الصورة تحملت اهي دي الصورة القديمة بتاعتي تمام رجعني تاني آآ ليها يا اما هعمل آآ هاجي هنا اف عندها وهاجي هنا يعمل لها لو انا عايزة نزلها عندي على الجهاز ضاعت مسلا من عندي وعايزة نزلها يعني يتعمل لها او اعمل لها انا ممكن لو عملتلها وهي يعمل لي انت متأكد انك عايزة تشيل الصورة دي فهقول له اوكي اتشادت انا كده رجعت آآ خالص كأني لسه ما عملتش تمام ولو عملت خلاص يبقى انا شلت الفايل بتاعي وهيرجعني ان انا ما عملتش الهومورك بتاعي او ما رفعتش الفايل يا اما اعمل وكانسل اللي انا عملته ده خالص فهيرجعني تاني لفايل بتاعي تمام اقدر ان انا اعمل او طول ما الوقت موجود هنا هتلاقوا عندكو في صفحة هتلاقوا عندكو اللي هو يوم الاربعة تلاتة نوفمبر بقي كام يوم علشان ده يتقفل خمسة يام وخمسة عشر ساعة فانا في اكل الخمسة تيام والخمسة عشر ساعة دول اقدر ان انا اغير الصورة اقدر ان انا اشيل الصبمشن بتاعي عمله او ان انا اعمل له ايديت اغيير الصورة اقدر اعمل اي حاجه في الفترة دي بعد ما يخلص بعد الديو ديت ده ما يوجي اللي هو يوم تلاتة نوفمبر الساعة عشرة بالليل بعدها مش هقدر اعمل اي تعدلات عندي في الصبمشن بتاعي اشتركوا في القناة